زهيتي من سيستم موبايل. يلا بينا لغاية كل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم متحق بوتا. كلنا طبعا بنواجه حكاية الملل او الزهق من السيستم بتاع موبايلك. وتبقى منتظر تحديث عايز تحدس موبايلك. السيستم بتاع موبايلك بقى بطيء بيستهلك بطارية بشكل كبير. في مميزات جديدة لقتها في نظام جديد. اندرويد عشرة مسلا مش هينزلك. اندرويد تسع اصلا ما نزلكش. كل ده بيخلينا نوصل لمرحلة فك الحماية. نعمل روم او ننزل روم للموبايل. قبل منبدأ الحلقة دية عايزك تعرف ان الطريقة دي لو انت لسه في ضمان هتخرجك من ضمان. كل يقول لك ان انت ممكن ترجع تاني خلي بالك فك بيتعرف حتى لو انت قفلت تاني بيتعرف ان انت فاكك قبل كده. فخلي بالك من الحكاية دي فك بيخرجك من الضمان. يعني انت لو موبايلك في الضمان حصل في اي مشكلة فكيت عملت مع كده حتى قفلت تاني انت موبايلك بيبقى معروف الموبايل ده اتفك البوت لودر بالموبايل ده قبل كده ولا لا. هنبدأ الخطوات تفك البوت لودر بيبقى عن طريق شاومي. شاومي بتنزل لك تطبيق برنامج على الكمبيوتر بتقدر بيتفك البوت لودر. فبيبان الموبايل ده خلاص بالسيريال نمبر ده بتعباله فك بيخرجك من الضمان. لكن لو انت يعني موبايلك بقى لسنة اكتر فكده كده بره الضمان. حاول ما تخليش الموضوع ده تعمله في موبايل اساسي. حاول تخلي الموضوع ده في موبايل سانوي ليك لان انت اي خطوة ممكن نعملها. ممكن لو انت عملت خطوة من الخطوات دي غلط. ممكن تتسبب في تلاف موبايلك بشكل كامل. انا بتكلم بشكل كامل. ممكن تعملك هارد بريك. ممكن تبوز موبايلك بشكل كامل. فخلي بالك من الحكاية دي لو انت ناوي او غاوي تدخل في الخطوة دي او السكة دي. فلازم تكون عارف كل الخطوة انت بتعملها تمشي عليها بالملي بالحرف لو في اي حاجة وقفت معاك قلنا برضو في الكومنتات طبعا ما تنساش تعمل تشرط القناة واتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي جاية والحلقات اللي فاتت. يلا بينا. اول حاجة هنبدأ ان احنا ننزل تعريفات الاد بي اللي هي الفاست بوت والتعريفات دي هتلاقيها في تحت بتفتح البرنامج بتكتب واي انتر واي انتر وبعد كده هو بيبدأ ينزله وبعد كده بتبدأ نيكست نيكست وهكذا. بعد كده بنبدأ ننزل اللي بنقدر من خلاله ان احنا نعمل انلوك للجهاز بنفتح بتفتح الملف بتاعه وبتبدأ ان انت تفتح البرنامج عشان تقدر ان انت تعمل اندوك لجهازك. بعد ما بتفتح البرنامج بيبدأ ان هو يحط لك بتاعك. لازم تحط بتاعك. اللي بيبقى موجود على الجهاز اللي انت مدخله في جهازك. لو انت مش مدخل على جهازك لازم تكون مدخل على جهازك اللي هو بتاع شاومي اللي بيطلبه منك لازم تكون مفعله. بتبدأ ان انت تحط نفس دوت لو برقم التليفون بتحط برقم التليفون لو بيتحط برضو بيبدأ طبعا ان هو بيعملك وبيقول لك ان انت لازم تبدأ ان انت توصل على الفاست بوت طبعا عشان تقدر توصله بتبدأ ان انت تضغط على زرار الباور وزرار التوطية في نفس الوقت. وهو الجهاز مقفول. يعني الجهاز بيبقى مقفول تضغط الزرارين دول مع بعض. وبتبدأ ان انت هتلاقي بعدها العلامة بتاعت الفاست بوت ظهرت الايكونة بتاعت الفاست بوت ظهرت. وبتبدأ تحط الكابل بعدها. او ما تبدأ تظهر العلامة ديت اديك كده ظهرت معاك تحط الكابل. هتلاقي بعدها البرنامج الالفون وحيقول لك ان ان حيبدأ ان هو يمسح كل البيانات الموجودة على جهازك. يعني خلي بالك كل البيانات واي مرحلة من المرحلة اللي احنا هنعملها ديها كل البيانات هتبقى ممسوحة من على جهازك. يكون معاك كارتة ميموري عليها الروم لما نيجي ننزله ان شاء الله. واي بيانات عايز تحتفظ بها خليها على كارتة ميموري منفاصلة عن الجهاز. البرنامج هيبدأ ينبيهك على بعض الحاجات اللي هو بياناتك اللي هتتحزف وان انت كده بتبقى عامل لجهازك والحاجات دي كلها بتبقى بتقوله اوكي وهيبدأ ان هو يعمل لجهازك لكن انت لو اول مرة تعمل لجهاز وما عملتش قبل كده او فتحت بتاعك قبل كده ممكن الموضوع ده يطول حد سبعة ايام اسبوع تقريبا. شاومي ساعتها بتبدأ تقول لك ان انت تيجي بعد اسبوع تعمل تاني لان شاومي ما بتقبلش او فتح لجهازك مباشرة لازم تنتظر فترة لو انت اول مرة تعمل لجهازك اما لو انت عمل قبل كده وقفلت وبعد كده جيت تفتحه تاني هيفتح على طول معاك من غير اي مشاكل بعد ما بيعمل احنا مش هنفتح الجهاز او هنعمل للجهاز اول مرحلة بعدها بنسيب الجهاز على بتاعنا وبنبدأ ان احنا نركب بتاعنا عشان نقدر ان احنا ننزل الروم او نسبت الروم عن طريق احنا هنا مش هنعمل ريبوت فون هندخل على طول على المرحلة اللي بعدها وهي مرحلة التركيب على طول. طبعا تنويه مهم ان مرحلة انت كده خرجت بره الضمان بره ضمان الشركة بشكل نهائي مش هتتقبل في الضمان فخلي بالك الخطوة دي هتخرجك من الضمان. الطريقة دي تساري على كل موبايلات شاومي العاملة او الموبايلات اللي فيها سناب درجون هتقدر ان انت من خلالها ان انت تسبب بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها دي. المرحلة اللي بعد كده بنبدأ ان احنا ندخل على موقع بتاع الريكافري تي دابل ارب بي لموبايل اللي معانا هنا دلوقتي شاومي ريدمي فايف. الموقع ده عليه كل انواع الموبايلات اللي ليها واغلب الموبايلات اللي موجودة في السوق. حتى لو كانت غير شاومي. فالموقع ده هتلاقي عليه لأي موبايل. طبعا هنا بنبدأ ان احنا نشوف نسخة في بعض الحاجات اللي هو ممكن يقولها لك ان انت مسلا لازم لو انت مش منزل تعريفات فتبدأ تنزل التعريفات عن طريق التطبيقات دي او البرامج دي فاحنا هنستخدم برضو تعريف هنحتاج تعريف هننزله برضو محتاجينه قبل موضوع ده عشان يقدر ان احنا نفلش نبدأ ان احنا ننزله ونثبته برضو زي اي برنامج كده نزلنا التعريف بتاعه برضو احنا عندنا هنا في لو انت موبايلك اي نوع موبايل بتقدر ان انت تبحس هنا على اي نوع موبايل تتخيله سواء مسلا لو احنا جينا عندنا هنا النوت ايت والايت تي عندنا برضو كل حاجة بنفس الطريقة لكن كل نسخة موبايل ليها مختلف ما ينفعش مسلا اللي انا هنزله لنزله انت النوت سيفن فالنوت سيفن برضو ليه نسخة مختلفة النوت سيفن برو غير النوت سيفن العادي غير النوت الحاجات دي كلها كل موبايل بيبقى بنسخة مختلفة عن التاني هنبدأ ان احنا ننزل نفسه من الموقع هننزل هنا النسخة الاورانية وهنبدأ ان احنا ننزل اخر نسخة نزلت من هنا وبعد ها بنابدأ نعمل ده على طول بتاعنا بعد ما بنزل بنلاقي في السي عندنا ملف اسمه اللي هو بتاع التعريف بتاع اللي احنا نزلناه من شوية بيكون بنازل ملف في اللي بيبقى عليه الويندوز بتبدأ ان انت تدخل على الملف ده وبتحط فيه ملف بتاعنا بعد كده في اي مكان فاضي عشان نقدر نفتح اللي هو هنقدر ان احنا نركب به هنضغط على اي مكان فاضي موجود في الصفحة بتاعتنا اللي مفتوحة قدامنا وبنضغط ومعها هيظهر معانا ويندوز هنفتحه هيبقى قدامنا بالمندر ده هنكتب في الصفحة هنا بنفس الترتيب دوت بنفس المسافات دي فاست بوت فلاش ريكاوري هتلاقيها برضو في تحت لو انت تقدر تاخدها كوبي على طول او عايز تكتبها بتكتب ده وبعد كده بتبدأ تمسك ملف الريكاوري وبتمسكه وبتحطه بعد اللي انت كتبته ده وبتضغط انتر وبكده الريكاوري يكون تركب تمام على الجهاز هنسيب برضو الجهاز على الفاست بوت مش محتاجين ان احنا نراستر او كده لان احنا لو راسترنا الريكاوري هيروح مننا لو مركبناش روم على طول لازم نركب روم على طول الاول وبعد كده نبدأ ان احنا نعمل ريستارت لي الجهاز عندنا طبعا المرحلة ديته والمفترض ان هي تكون من البداية قبل ما تعمل اي خطوة انت بتكون منازل روم بتاعك على كرتة الميموري كرتة الميموري بتاعتك هو اللي بتنزل عليها الروم او ملف الروم اللي احنا هنعمله ده ولود لان كل المراحل اللي احنا عملناها ديت بتكون فرماط جهازك فانت لازم الملفات او الروم يكون موجود على كرتة ميموري خارجية متركبها في الموبايل لو انت من محبي شكل لكن عايز تحصل على مميزات وبعض المميزات الاخرى بعض الحاجات اللي بتتمسح مسلا من اللي بتهنج الجهاز او نسخ عايز تنزل نسخة قديمة قوي عايز تنزل نسخة معدلة من ده افضل روم ممكن تنزله او في رومات تانية كمان لكن ده كان عن تجربة كان افضل حاجة جربتها من النسخ لموبايل ريدمي فايف ممكن طبعا في نسخ تانية كتير وكل واحد بيبقى على حسب موبايله ممكن نسخة تبقى افضل ليه ونسخة تانية لأ لكن ده لو انت عايز الوجهة بتاعة ميو اي بس تكون معدلة بتلاقي في الصفحة هنا كل انواع موبايلات شاومي اللي تتخيلها اللي نزلت من الشركة تقدر ان انت تختار النسخة الخاصة بموبايلك على طول احنا هنا مثلا هنختار ريدمي فايف بعد ما بنختاره بيبدأ ان هو يجيب لك النسخ اللي تقدر تنزلها من اول نسخة التسعة لحد نسخة حداشر عندنا هنا موجودة يعني تقدر ان انت تنزلها في هنا طبعا بيقول لك نسخة الاندرويد اللي هتنزل بيه نسخة واخر تحديث نزل ليه الروم دي هنا طبعا في انت بتكاريت الروم بتاعك بالخاص اللي انت عايزها فهو هنا بيقول لك ان انت تزبط اعدادات الجي بي اس بتاعك والافضل ان انت تزبطها على حسب المكان اللي انت موجود فيه في افريقيا في اسيا في اوروبا فانت بتزبطها على حسب المكان اللي انت موجود فيه حاليا عندك هنا برضو الاندرويد روت اكسز واللي انت بتختار منها ازا كنت عايز يكون الجهاز بتاعك مفعل بالروت او شغال روت لطبيقات الروت عشان تقدر ان انت تحصل عليها بعد كده او تشغلها بسهولة فهنا تقدر تعمل لروت وما تشغلوش او ان انت تثبته بشكل ما تشغلش طبعا لو انت يعني عشان ما حصلش معاك اي مشاكل دي بتكون نسخة مستقرة من بتكون نسخة ما فيقاش اي مشاكل او بتكون مشاكلها يعني ما تكونش مذكورة قوي لو طبعا لازم تكون شغال معاه بحرص جدا لان هو لو عملت اي حاجة غلط ممكن طبعا تسقط ملفات من جهازك وده هيخليك تنازل السيستم من اول وجديد عندك هنا في الحاجات اللي ممكن تحذفها من الروم لو انت مش عايز مسلا اللي هو بيقدر ان انت تبعث او اصلاح للمشاكل طبعا انت مش محتاجه ده اذا كنت محتاجه او لأ عندك البراوزر بتاعهم المتصفح تطبيق الوزر بتاع التاقس تطبيق الايميل الخلفيات المتحركة بتاع الميو اي عايز كل ده تحذفه عايز تخليه انت طبعا لما بتحذفه بتنزل بداية لي يعني انت وانت عايز تخفف من الروم بتاعتك وتخفف من الملفات اللي موجودة في الروم فما انت ممكن تمسح حاجات من الحاجات دي عايز تخليها طبعا بتشيل كل الصح اللي على دوت بس انا هنا عايز اشيلها كلها عندك هنا تطبيق معدل من طبعا ده بيكون اسرع شوية من اللي احنا حذفناه فوق فلو انت عايز تنزله بتنزله لو مش عايزه هو طبعا بيشلك كل ده وبينزلك الجهاز من غير فانت بتقدر تنزل واحد خاص بك مسلا من على جوجل بلاي لو انت عايز تنزله او لا فخلي بالنا من حتة لو انت عايز تحذف لو عايز تسبت عندنا بعدها هنا اليوتيوب وده يعني اليوتيوب اللي من غير اعلانات اللي بتقدر ان انت تشغل الفيديوهات في الخلفية عندك برضو هنا مانع الاعلانات على كل البرامج والطبعات والمواقع الادوية عايز تنزله او لا عندك برضو خاصية انك تخلي الساعة في النص في نص الجهاز ما تبقاش في الجناب دي لو انت عايز تعملها او لا عندك برضو حاجات تانية اضافية لو انت عايز تضيف خلفيات مجموعة خلفيات هو بيضيفها لك عايزها او مش عايزها لو عايز تخفف من المساحة بتشيلها عايز تخليها برضو بتخليها بنفس الطريقة ونفس الكلام دوت وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل للروم عشان يقدر ان احنا ننزله ده نوع من انواع الرومات اللي بتبقى لها نفس الوجهة بتاعة الشاومي لكن بتبقى معدلة بشكل اكبر شوية وببعض المميزات الازيد وياصرح بنسبة الموبايلك هتلاقيها اسرع بكتير جدا من نسخة الميو اي للمستقرة احنا طبعا مش هنكتفي بنسخة الروم ديت لا احنا هندخل على مباشرة بتكتب على جوجل اكس دي ايه وبتكتب نوع موبايلك جنبيه بتلاقي الصفحة بتاعت الموبايلك ظهرت بالشكل ده هتلاقي فيها كل انواع الرومات وكل حاجة تخص الموبايل بتاعك حاجات معدلة او نسخ اندرويد مختلفة عايزين ننزل نسخة معدلة من حاجات كتيرة هتلاقيها برضو هنا فبندخل على والحاجات دي كلها هتلاقيها بنفس الشكل دوت لكن باسم موبايلك هتلاقي فيه هنا برضو كل انواع الرومات اللي ممكن تتخيلها لو انت عايز نزل نسخة معينة انا هنا مش هنصحك بنسخة معينة النسخ الافضل دايما بتكون يعني مكتوب جنبها وبيكون عليها تقييمات كويسة من الناس تحت يعني بتلاقي فيه كومنتات البيانات بتاعتها طبعا بتقرأ البيانات بتاعتها وطريقة تثبيتها اللي احنا هنقولها نفس الطريقة ديت لان فيه بعض الرومات بتحتاج حاجة اسمها الجي اب اللي هي جوجل ابس اللي بتخليك ان انت تقدر تحصل على تطبيقات جوجل يعني الروم بينزل زي الروم الصيني بالزبط من غير اي طبيقات لجوجل مفيش جوجل مفيش يوتيوب مفيش اي حاجة فبتنزلها عن طريق الجوجل ابس لكن بعض الرومات بيبقى فيها او يعني معنى صح في بعض الرومات زي الروم اللي معنا هنا مش محتاج الجوجل ابس بتقدر ان انت تثبت على طول الروم من غير ما تنزل جوجل ابس نهائي يعني تقدر ان انت تثبت على طول الروم فقط ما بتحتاجش ان انت تثبت معها جوجل ابس تانية الجوجل ابس دي بتحتاجها بعض الرومات وحتلاقيها مكتوبة في الصفحة او القيمة بتاعة الحاجات اللي انت محتاجها لو حتثبت الروم لو لقيت ان هو كاتب لك جوجل ابس اللي هي جي ابس يبقى لازم تنزلها مع الملف دوت هتنزل الروم وهتنزل اخر نسخة من الجوجل ابس ساعتها هو حديك اللينك بتاعها هتنزلها عشان تقدر ان انت تثبتها مع الروم لكن هنا الرومات الخام الجديدة كلها من نسخ تسعة وعشرة اندرويد عشرة وتسعة مش بتحتاج الجوجل ابس نهائيا بتبدأ ان انت تنزل لي تشوف كومنتات الناس الحاجات الصور بتاعت الروم الناس مسلا اه يعني قال في حد فيه مشكلة واجهته مع الروم ديت فانت بتشوف تقييمات الروم سكرينشوت لها قبل ما بتشوفها بكل ده بتلاقيه في الصفحة قبل ما تنزل الروم نفسه هندخل على وحنعمل لآخر نسخة نزلت للروم ده وآخر تحديث نزل بعدها بيبدأ ان هو يحمل على الجهاز بعد طبعا ما بتنزل الروم بتنقلها على كارتة الميموري وبتحطها في موبايلك عشان نقدر ان احنا نسبتها جهازنا طبعا كان على كل الوقت دوت عشان تقدر تدخل على بتضغط زرار الباور في نفس الوقت مع زرار التعلية بتاع الصوت الزرار اللي فوق بتاع الصوت اللي بعكس كانت طبعا الفاست بوت اللي هو الزرار اللي تحت لكن المرة دي هندغط على الاتنين بتوع الزرار الباور والتعلية لفوق عشان نقدر ندخل على عشان نقدر ان احنا نثبت الروم بعد ما بندخل على بندخل على عشان تقدر ان انت تحذف البيانات بتاعة الروم اللي قبل كده سواء كان رسمي او غير رسمي بندخل على و بنمسح كل حاجة بنحذف وبنختار الاختيارات ديت السيستم ويهي الداتا ويفضل كمان تحذف الانترنال ستورج بتحذف كل البيانات اللي موجودة في جهازك عشان نقدر ان هو ينزل على نضيف ما يبقاش فيه اي ملفات اضافية فانت بتحذف دوت عايز ما تحذفش الملفات ديت ما تحذفهاش زي ما تحب لكن دي اهم حاجة ان انت تحذفها طبعا خلي بالك ما تحذفش دي لان ده اللي بيبقى متسبت عليه الروم وبعدها بتعمل عشان ان هو يحذف لك كل البيانات بعد ما بيقول لك طبعا احنا هنا كان محذوف كل البيانات اصلا ان احنا كنا عاملين والحاجات دي كلها بتدخل تختار الملف اللي احنا مسبتينه لو انت ملاقيتش الملف دوت بتدخل على ومنها بتلاقي الملف بتدور على الملف انت منزله فين او مسبته فين بتبدأ طبعا تسيبه وده الموضوع ده ممكن يطول فترة كبيرة يعني ممكن يقعد مسلا حوالي عشر دقايق مسلا انت بعدها بتبدأ ان انت تعمل كلير للكاش وبتعمل برضو الجهاز هيقعد يفتح في فترة ممكن يقعد من الخمسة لعشر دقايق ومبروك دلوقتي عليك الروم احنا هنا نزلنا اندرويد عشرة لموبايل ريدمي فايف شاومي ريدمي فايف بنفس الخواص بتاعت اندرويد العشرة بنفس بتاعته عندنا برضو خواص ان ان انت تسمح له ان هو يشوف الخريطة او المكان بتاعك في مرة واحدة او اثناء الفتح او على طول عندنا برضو الخواص هنا في الكاميرا تحذير برضو للناس اللي معها موبايلات بتلتة واربع كاميرات الناس اللي هي موبايلاتها بكاميرا وايد وكاميرا ميكرو الحاجات دي اغلب الرومات ما بتدعمش الكاميرات دي يعني انت ما تيجي تنزل الروم ما بتلاقيش فيها الكاميرا الاساسية بتاعتك اللي انت تقدر تتحكم فيها في سواء كان الوايد او الميكرو يعني بتستخدم الكاميرا الاساسية فقط ما بتلاقيش الكاميرات التانية موجودة في الاعدادات فده خلي بالك منه لو انت عايز تحصل على الكاميرا الوايد والميكرو الحاجات دي انصحك ان انت تنزل نسخة الروم بتاعت الميو اي المعدلة اللي هي في الاول ما تنزلش نسخ معدل خام لان النسخ الخام كلها ما بتنزلش بالتطبيق بتاع الكاميرا بتاع شاومي الاساسي اللي بيقرأ الكاميرات التلاتة وطبعا عندنا هنا زي ما انت شايف بتاع الاندرويد عشرة والاتجاهات اللي برضو من يعني بيبقى موجود في جناب الموبايل عندنا برضو تقدر تحصل عليه بسهولة من الاعدادات بتاعت القيمة اللي فوق اللي هي بتلاقي فيها هنا كل الخواص بتاعت الموبايل او الاختصارات بتاعت الموبايل هتلاقي فيها الدرك مود كده تكون حلقتنا النهاردة خلصت ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس حتى نشوف الحلقات اللي فاتت وتتفرج على الحلقات اللي جاية ويجي لك اشعار بها طبعا بعد ما بتفعل الجرس بيجي لك اشعار من يوتيوب ان احنا نزلنا حلقة جديدة فطبعا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس ويقول لنا رأيك فيه الكومنتات لو في حاجة وقفت معاك قل لنا قل لنا برضو اي سؤال ان شاء الله بنجمع الاسئلة ديت عشان نعملها حلقة مخصوص للاسئلة اي سؤال يخطر في بالك ممكن تسألنا فيه وكتب جنبيه فيديو للاسئلة فيديو للاسئلة دوت ان شاء الله حينزل حاول نحن نجاوب فيه على كل الاسئلة بتاعتكم فما تنساش تعمل اشتراك وتقول لنا رأيك في الكومنتات سلام